يعرف إيه اللي حصل فيها عشان يستفيد منه إذن قبل طي الصفحة الأولى قبل ما نطوي صفحة المشاركة أو قبل ما تنتهي النسخة الأولى من الدور الأفريقي البطولة الجديدة اللي الأهلي حرم من التأهل للنهائي فيها صعد سانداونز راح لعب مباراة الزهاب مع الوداد في المغرب فاز الفريق المغربي في ملعبه اتنين واحد وحيسافر أو سافر يوم الحد الساعة الثلاثة العصر حيلعب مباراته مع سانداونز في مباراة الآياب المباراة الساعة الثلاثة إذن مبدئيا رقم واحد هناك حرص من الفريق الجنوب الأفريقي على أنه يلعب مرشاته بالنهار ما كانش مقصود بها الأهلي فقط لا هو مقصود بها أي منافس حجيله زي الأهلي أو الوداد حلعبه من الشمال حلو قوي طيب دي نقطة تقودنا إلى أهم الدروس اللي حصلت في المشاركة الأفريقية ولازم أن نستفيد منها عشان ما نكررهاش لا إحنا ولا الجمهور ولا الجهاز ولا اللعيدة فكرة ترديد كتير من المقولات اللي بتصيغ مناخ عام ياخدك في سكة تانية خالص وخلينا نربط المشاركة بتاعة الدوري الأفريقي لأنه بالمباراة الصوبر ميستر مارسل كولر لما سؤل الفرق بين السنة والسنة اللي فاتت قال المعلومة اللي المهندس عادنا استعرضها من شوية أنه الفارق أنه السنة اللي فاتت بدأت بداية العلاقة بين مارسل كولر والأهلي من خلال الدوري فبفضل الكرف بيعلى 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 واللعيبة بتستوعب فكر الراجل من خلال مشاركة في الدوري متدرجة المستوى في منافسات درجة قوتها أقل حدة من أفريقيا قال لما رحنا أفريقيا رحنا وإحنا جاهزين بشكل كامل السنة دي حصل للعكس تعملت فترة اعداد رحت جاي داخل منها على طول على مباراة الصوبر الأفريقي مع التحاد العاصمة ثم مطشين ورحت رايح على الدور الأفريقي فأنت بدأت بالقوي أو بالأتقل ثم انتقلت للدوري بعكس السنة اللي فاتت لكن إذا ربطنا بين مباراة اتحاد العاصمة في الصوبر ومباراة سانداونز لتنين بينهم خيط مهم جدا جدا لعله هو الأكثر تأثيرا فيما انتهت إليه المباراتان لأنه الحقيقة ارجع لكل المردود اللي تكتب واللي تقال والتحليلات وحتى الاعترافات ربما من القبل الجهاز الفني في مباراة اتحاد العاصمة إن احنا كنا متطمنين زيادة حصل نوع من تسرب الإحساس بالأريحية وإن أنت بطل دور الأبطال واتحاد العاصمة بطل الكنفدرالية فحسيت بشعور مش عايزة أقول غرور ولكنه الإطمئنان الزائد فكانت الحالة الزهنية لللعيبة منقوصة إلى مرحلة عكسية في مباراة سانداونز خاصة مباراة الزهاب احترام زائد عن الحد قال عنه الكابتن نبيل معلول وأعتقد حتى كتير من المحللين العرب إنه كولر احترم سانداونز زيادة عن لازم بما يعني إنه كان فيه رهبة في مواجهة الفريق هو الكلمة دي بس أنا إيه إحنا لازم نحترم الناس كلها إنما هو شال هموهم احترم المنافس هنا عايز يقول نبيل ما اديت طول هم أكبر من حجمه مش احترمناهم يعني همو حتى لو اديتوا حجم صغير لازم يعمل باحترام احنا مش عايزين برضو نقلل الاحترام نمرمط الكلمة ايوه حلو هي الحقيقة ده تعبير حلو مش عايزين نمرمط الكلمة أو نقللها لكنه خلينا نقولها بالبلد انت هناك كنت مطمن قوي أو قول مغرور وهنا كنت خايف قوي أو قول مرعوب في الحالتين الأمر أثر على ذهنيا على التعامل الفني مع المباراتين انت متفق مع التفسير ده أحيانا عندما تكون كل الأمور في صفك بتروح لمثل هذه التفسيرات ما انت فيش سبب تاني ايو انت مسيطر على المباراة انت مضيع فرص انت جات لك اجوان تلغت وفي الآخر ما كسبتش يبقى انت ما احترمتش الخصم اتقربهم قال كده قال لا المعطيات هنا وانا لسه بقولك ايه في البداية خالص ان الصمود الملهم انت بتحوط قوم ومستني ظرف يساعدك ايو ده انت عامل قدامك الظرف اللي ساعدك انت بقى بخصين انا ما هنا لو انا اه في حالتي يعني انا بقول ايه اتنين ملاكمين ملاكم بطل العالم وملاكم بيتحداه طب بطل العالم ده متعود انه بيتمرن بشكل معين وبتاعه كل الرهانات اللي صر هصل له نوع من انه عدم الجاهزية البدنية مش الزهنية وبس انت ما تشدخل انت جاهز بدني فلما بتصنقاط نقاط تفوقك لاجم تحسيبها انت استاوي انت في عزك وانت بتقول انا عملت بس كنت شكلك البدني عامل ازاي شكلك مش النفس الخططي والتنظيمي في الملعب كنت لقي نفسك ازاي انت كنت في حالة فوران ونضج انت عايش سيس نفسك وانت جاي من من بداية الموسم في الحالة المثالية دي لا ما كنتش في الحالة المثالية فبالتالي ما كان ينبغي ان تنظر لنفسك ان حالتك مثالية ان حالتك تستحمل المفاجأة ومن ثم يبقى شي الهم المباراة او ايوة يبقى ما ينفعش انت منتاش جاهز مية في المية يبقى ما ينفعش ان انا استرخي استرخي او نضيع من الفرص وكمان ما ينفعش ان نستحمل اخطاء من التحكيم كل ده حصل عدم احترام الخصم هنا يأتي من قياس خاطئ لمستوى لم أصل اليه انا مش في احسن حالاتي في هذه المباراة وانا هنا قلتها لك وما قلتها لك وقلتها لك خليك منصف كنت بقولها لك في فترات التوقف ولا لا ايه قلت لك بأمانة ايه احنا جايبين الصيقة دي احنا مش في احسن حالاتنا لسه الماتش يحتمل المفاجأة حصل ولا ما حصل صحيح صحيح ما كانش ينفعوله على الهواء لان كنت بقول انا خايفه بس لكن انا انا بطل العالم في المئة متر طيب انا ما وصلتش لأحسن حالاتي لان في التجارب انا رقمي عشرة تمانية والعشرة تسعة انا جايب عشرة عشرة مثلا يبقى ما قلش انا بطل العالم في اللحظة دي لانا رقمي دائما يدينش بطل العالم لما اوصل للمستوية يبقى انا رقمي لما اوصل لرقمي يبقى انا بطل العالم هي دي الغلطة اللي بنقع احيانا في المطشات التي نراها سهلا قياس نفسك في اللحظة ده الدرس بتاع اتحاد العاصل انت من تشفي احسن حاجة من اللي يقول لي كده الحقيقة دي من اللي يقولها لي المعد النفسي ايوه ايوه كنت اتمنى ان يكون قد حدث هذا اذا كان حدث يبقى خلاص انه يلقط الجو اللي عندي ايه يا جماعة خلي بالكم ايوه انتوا ايسين نفسوكم على اللي فات بس انتوا اللحظة دي انت ما جبتش ال 9 9 ولا 9 اللي تديلك فيقول للكوتش انا ملاحظ ان الناس مريحة ما تقدرش تتعامل مع مغرب ان ظروفك مسئلية ايوه خلي بالك في خطورة من كذا خلي بالك في الناحية الدفاعية انت مش في احسن حالتك خط وسطك لازم يبقى هو لازم يبقى له يتكلم في الفنيات مش تقوله ما تتكلمش في الفنيات يتكلم ان التماسك ان عكاس الحالة النفسية وزينية على الفنيات يلعب بكذا لما يقوله يعني اوه على الحتة دي تصاهين وتخلي حد يشقه اوه حد يخش لك الثمانتاشر لوحده يستلم كرة لوحده حتى لو مش هيغضك في الحتة الفنية لكنه على الأقل هو المناخ العام بتاع الفني ما يقولكش تعملي عشان تعالج ده بس يحذرك من مكامل الخطورة ليه لو دخلك حد مش هتتعامل معه وانت اعلى حاجة بدنية فوارد الخطأ زي ما حصل في ضربة الجزاء اللي حسبت علي وخرجتنا اذا الاعداد النفسي والزهني في المطر الأولاني ما كانش في رأيي مراعاش النقطة دي كويس ممكن يكون يتكلم في ايه جماعة والكورة ويبتع في المحافزات العادية طب جينا لسان داونز وكثر الكلام عن قوة الفريق الجنوب الأفريقي وعن خلفية الهزيمة الخلفية شوي دقيقتنا فبدأت الوجوه تبقى مخطوفة مخضوضة يلاحظها المعد النفسي لا هناك ما هو هناك هناك انت رايح بذكرة ان كنت كويس وبعد المطش دا بقيت كويس الغريب ان المطش دا اللي طوفيق الزائد كان ينبغي ان اؤسس لهذه المباراة ظروفة يبقى لهم ايه الظروف اللي قدت الى النتيجة دي واحد اتنين ثلاثة اربعة هي دي اللي نتفدها مش نتيجة عدم قدرتنا هي ملاش علاقة بقدرتنا هي موجة تبقى لها بقدرتنا اللي ما ظاهرتش في المباراة دي الفريق كبير ايه انا عندي قدرة شكلية بس ما ظاهرتش في المباراة دي او فيه توفيق حالفهم وتوفيق غاب عننا اقول احنا لا كنا نقدر نعمل نتيجة افضل واحنا هناك وعشان كنا نعمل دي ما ننشغلش ان احنا لعبنا العصر اول كلمة ليه معتبر ان انا لعب العصر لازم يبقى ضدي مثلا هيبقى ضدي في حدود لكن ايه هي ليه اعيشها ما عيش هلع الله ده انا هلعب بقى في نفس الوقت اللي خسرت فيه خمسة يبقى لازم ان رقم واحد اتخلص من اي لا اوصل لاسباب الحقيقية اه وتتقلي اي وقت يعني انت مستر كولر مؤكد درس المباراة بتاعت الخمسة توصل الى ان حصل ايه ده لازم يكون الدرس الاولاني يبقى مش عايزين ده يحصل كنا عندنا خطأ انه بينسيب الناس تشوت من بره 18 فالنشاط طلت مرات اصابوا التوفيق في مقتل واحدة فوق واحدة تحت واحدة مش عارف ازاي يبقى دي كان خطأ ان احنا سيبنا الناس تشوت في الحتة دي في المنطقة دي سيماني رجع لعب برامي ربيع ليبرو ايوه ليبرو خط الوسط ليبرو خط الوسط وامام الفنان اللي هو امام السردباكين يملى المنطقة اللي هي فاصلة ما بين مثلا ديانج وامد فاتحي او عمرو سولاية وامام السردباكين المنطقة دي هي منطقة التحضير والشوتينج اللي دا لاني دا اللي حصل لنا في كاس العلب استاذ ابراهيم المنطقة دي حصل منها شوتينج غاية نتيجة او حصل فيها بس فاس وما بيحضروا فيها ويلعب الضغط بيخليك تعمل بس فاس بترجع كرة كتير انت استاذ ابراهيم وقد وقد يكون عندك حلول انت تخصك مش ضرور تلعب بلبرو مش ضرورك برامي ربيع تلعب بسلوب ما يسمحش دا دا لعب برامي ربيع التاني لعب بمحمود متولي انما الفكرة واحدة انا رأيي لو انت بقى مش عايز الفكرة دي ابتكر من الوسائل انك تمنع حد يستلم مرتاح يستلم مرتاح يبقى دا الدرس التاني ان انا اشوف تجارب السابقين تجارب السابقين في التعاول مع الزرف دا خوفان ان الطفيق يصادفهم زي ما حصل لكن مش نتيجة ان انا ابقى مخدود لان الفريق دا كعب وعالي سيبك بالكلام الفرق دا فيش فريق كعب وعالي على الفريق انما فيه فريق طريقته تناسبك اما تناسبكش دا انا بالعكس انا سان داونز اراه من الفرق لانه بيلعب معه كرة كويسة يبان تفوق لانه بيلعب جيء مفتوح تعرف تأكيدا لكلامك في حتة تأثير الحالة ديت او الشعور دا فيه تلت فرق دلوقت الاهل والوداد وسان داونز لو جبت الارقام سان داونز كعق عنده احساس او نتائجه مع الاهل بموفق فيها لان الاهل عنده احساس انه سان داونز راكب بينما الوداد نتائج الاهل مع الوداد نتائج الاهل احسن لان الوداد عنده احساس دايما ان الاهل هو المتفوق وراكب سان داونز مع الوداد عكس الاتنين الوداد راكب على سانداونز في نتيجهم مع بعض والثلاثة بيلعبوا مع بعض بأفضليات نفسية قياسا على ما سبقه وعلى فكرة ده نحكس على أداء سانداونز هو بيلعب الوداد طبعا ما تشوف اللجون جاتي ازاي؟ جون زاتي وبعدين بعد ما جابوني التعادل عايز يرجع يدافع ويعمل اطلط التاني وكان فيه هداف أخرى ممكن تيجي بالضبط حتى الجوني اللي جابوا سانداونز بتاع التعادل درب الجزاء من دربكة من لعبة سابتة اللي أنا عايز أقوله برضو فكرة دي مش مفروض انها تترسخ أبدا فرقة رجبة فرقة دي وعلى فكرة ما كانش دي حقيقة قبل ما نخسر هناك احنا كنا سابينهم بماتش يعني الميزان كان لصالحنا احنا كاسبين فوز أكتر منهم بالعكس في الاقصائيات هو الأول مرة يقسيك الاقصائيات انت اللي بتقسيك حتى لو هو كسب في الاقصائيات باستمرار واقصائنا برضو لما غلبنا خمسة واحد وخسر من ايضا صفر لا نتيجة الخمسات دي ده حاجة مش طبيعية ولا يعول عليها يعني ولا تعكس فارغ مستوى اطلاقا ولا يتقلن انت اللي بتقسر منه انت اللي بتكمل هو بيخرج استاذ ابراهيم الاقصاء ده كان ما اعتقدش انه كان في المجموعة لا انت معا من الاولاني من الاولاني بتاع خمسة لا مجموعة انت ملعبتوش الا في المجموعة على طول متأكد اه ما علينا انت صح اه لا اه ده احنا خرجنا انت صح اه 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 فا اللي انا عايز اقوله اه ان من اين جبتوا انه متفاق متفاق على عمل علانة تكتنتو قال بس اي انما غير كده انا اللي كنت راجبه اذا كان في حاجة اسمها فرقة راجبة فرقة طيب ده الدرس المعنى والمهم الدور الجماهيري مؤثر جدا شفنا بتسمو سيماني لما جيه هنا كان منباهر جدا بجماهير الاقل وقعد يصورها وكأنه في لحظتها وقع في الغرام